يوم هو جديد. بنتكلم على الحاجة اسمها الفلات سلاب. طيب. قصة عيدة. اتفادنا مع بعض احنا الاسبوع اللي فات. ان انا كان عندي اه الهولو بلوك. قلنا الهولوك دي تبقى متناسبة. بتبقى ازيب من السلاب هو التهمة كله زي ما احنا بتقيم مع بعض. بندرس البلطات اللي بتغطي اسبانز ازيب من السلاب اللي هي اسبانز ازيب من ستة متر. فهي ده كل الغرض اللي موجود عنها. مين اللي بيقوم بالدور ده? لأ بديه كزا نوع من انواع البلطات. كل حاجة او كل نوع بناء على استخدام بناء على تكلفة بناء على اشتراطات معينة. تقول لي طيب هل منطقي تعال كده نبقى ايه? دايما نبقى رابطين كل حاجة باللي موجود برا. هل منطقي ان انا مسلا باجي بعمل عمارة مسلا عندي? تمام? بعملها عمارة موجودة. هل منطقي ان انا هاجي اعملها من آآ يعني بعمل مسلا عمارة بتكون من عشرة دوار. منطقي ان انا اعمال هولو بلوك? قالك لأ. الفضل يعني يعني زي ما قلنا ايه? بتبقى مش مناسبة الاختيار للموضوع ده. يعني اختياري للسيستم ده في عماماني سكنية عندي? لا مش مناسبة. قالك ليه? لان ما بين السكنية مساحتها محدودة. يعني هتلاقي مثلا اقصى مثلا لو بعمل مسلا عمارة لو بعمل فيلا وتفر. اقصى مسلا مساحة عندك لو بعملها مثلا شو قد? هتلاقي ما تقسمها دلتمية متر ربعمية متر ايا كان. ده فالفكهة هل هحتاج بقى ان انا قاعد اعمل بلوكات وشد خشب وبعدين اقصى جايب حديد وعمل اعصاب والكلام ده كله? هلاك لأ. حتيجي تلاقي فرق التكلفة اللي موجودة عندك في مساحة صغيرة زي دي مش هتبقى ايه? ايه? استخدام الهولو بلوك بشكل كدير باستخدامه فين? قالك في المباني الكبيرة بقى. اللي لها كبير. زي ممكن جامعات. زي المدارس. زي المولاد. ده اغلب استخدام مين? ايه الهولو بلوك? او مباني ادارية واسعة. بشكل ايه كبير? لو بعمل مسلا مبنى اداري كبير قوي يفيدني برضو مين? الهولو بلوك. لكن مباني سكنية او ما بيستخدمش معها ايه? الهولو بلوك. طيب. وما ايه اللي بيتم يعني هنا عندك? قالك بنلجأ لسيستمز تانية. طيب ايه السيستمز التانية? اشهرهم في موضوع المباني السكنية هو خلاص كده? ليه مميزات؟ قالك طب ليه اشهرهم يعني 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 ايه القصة؟ قالك لانه ليه مميزات كتير هو جمعا. من اهم مميزات سيستم الفلاث سلاب والكلام ده خبكشة ممكن بنسأل فيه مزر. خلاص كده? ايه مميزات الفلاث سلاب? فمن اهم مميزات الفلاث سلاب عندي اول حاجة ان هي السرعة في التنفيذ. ازاي يعني يعني ايه فكرة السرعة في التنفيذ? زي ما ساعدتك شايف عندك كده في الايه في حاسمة اللي موجودة? هو السيستم. هو السيستم ده. السيستم ده بتكون من ايه? قالك انا مش شايف بغيه بلاطة قدامي اهي? واقف على شوية عمدان. يعني ازا كل اللي موجود او كل لو 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 جينا نكلم على الموجود عندي ما هي الا بلاطة واقف على عمدان. هل في كاميرات بالموضوع? قالك لا. ما بيش اي كاميرات جوه. ولذلك نقول حتى ان تعريف كلمة التعريف بتاعها هي البلاطات اللا كاميرية. تعريفها البلاطات اللا كاميرية. بتعريف كلمة بس برضو برجع بامانشن تاني على حاجة زي ما عملتها في الهولو بلوك. ااكدها اكتر? اقول البلاطات اللا كاميرية الداخلية. تمام? يعني ااكد على نفس الجملة اللي قلتها في الهولو بلوك. تعريف لما اجا اقول هي البلاطات اللا كاميرية الداخلية. معنى هل ممكن في او مسموح يبقى فيه كامير خارجي على المحيط الخارجي? قالك اه مسموح. زي اه زي الهولو بلوك بالزالة. ما عنديش مشكلة. يعني ممكن هنا برع كده في الجوز ايه ده كده? الاقي كاميرات اه قالك عادي جدا. وهنا نفس الكلام الاقي كاميرات مشكلة. قالك انا مش معنى. قالك لان المحيط الخارجي ده كده كده هيبقى فيه حيطة هنا في الجزء ده. فما يهمنيش انه يبقى فيه كاميرا او مفيش مش هتفرع معايا. لكن لو قدامي ان انا احط كاميرا احط ما مفيش مشكلة. علاس كده? هل انت اللي بتحدد القصة دي لأ خالص. الرجل المعماري هو اللي بيجي يقول لك والله احنا عندنا كاميرا في المنطقة دي. او ما عندناش. هو اللي بيقول لنا احنا مش بمهزاجنا يعني. ببنمشيش بمهزاجنا. طب انت لو انشائي رايك. عايز اتعلينا وعايز اسمع فكرة. احط كاميرا خارجي اللي هو بنسميه مارشنال بيمز كاميرات على المحيط الخارجي في الفلاتسلاب ولا لا? عشان احنا الرياح هدفت لازم احط. احنا الرياح. احنا الرياح. ماشي. حلو. يبقى الله يعني يبقى اول الفايدة لها لما احطها. ان هي ايه? هتقوم لي اللاتراللوتس. اللي احمل الرياح والزلازل كامير. ماشي. سبب تاني. في سبب تاني. عايز اسمعهم. ممكن تقلل السمك البلاطس. ايه يبقى بالسمك بقى وماشي. هي بتقلل كل حاجة في البلاطس. يبقى لو انت عندك تقدر تحط كامير خارجي. قال لك دي مش بتقلل السمك وبس يا سيدي. دي بتقلل تسليح البلاطة اللي موجود عندي. بدل ما الحمل كله منقول من البلاطة للعمود? لا. ده منقول من البلاطة للكاميرات والكاميرات للأعمدة. فبتلاقي الحمل متقسم او متوزع. فبتلاقي ايه? تسليح البلاطة والسيكنس بتاعها بيهدى شوية. بدل ما يبقى تسليح كبير قوي عندي هنا. اما لو محط شبكة تسليح كبيرها لا لا الدنيا تهدأ ايه? شوية. هذه الفكرة اللي ايه اللي ما بودة. يبقى انشائيا لو انا اقدر احط او ما احطش او عندي الابشن. اخطار ان انا احط او كاميرات ايه? الخارجية. تمام? دي ايه القصة اللي عندي? يبقى اول حاجة زي ما قلنا. انا ما عنديش عناصر انشائية كتير. انا عندي مينة يا سيدي. بلاطة وعموت. يبقى ازا من ناحية الوقت. الفلاك السلاب موفرة جدا 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 في الوقت. بتلاقيها انجز في البلاطة اللي ليها مينة يا جماعة ان الوقت بتاعها بيبقى مضبوط. ليه? تبتعمل يا سيدي شدة خشف. عندك كل الفكرة انك بتعمل لي شدة خشف. بحط الشبكة الحديد. صب يا سيدي الخرصانة. شكرا ان انا خلصت ايه القصة اللي عندي. زي ما هو باين هو دايبك شايف بلاطة اهي? وقفة على عموت. اهي نفس الكلام. بلاطة وقفة على عندها. ما عندناش مين قصة تانية. فاهم? كده كده الاملة بتبقى طبعا مصبوبة وطلعة عندي. انا كل بعمله ايه? اني بعمل شد خشب وحط فيها الحديد. وصب عليها مين الخرصانة وانتهى ايه? الموضوع اللي اللي عندي. دي اول الميزة ان هي مين يا جماعة سرعة في التنفيذ. وبتوفر مين في الوقت بشكل ايه كبير. الميزة التانية او او من ضمن المميزات الثلاثة اسلام. انا قلت لك هل في كاميرات داخلية? ايه لا. يا ولزلك انا تعرفها الفلاطة اللي هي كاميرية الداخلية. يعني مبيش من العمود للعمودة كامير. طب انت عشان كنت تداري كامير او دايما عشان يعني نقول كاميريا حتى. عشان تداري الكاميرا اللي اللي هي هسقود. كنت بتعمل ايه? مين بيم? مين بيم? مين بيم? لعمل حيطة. تعمل حيطة بالظبط فكنت دايما بتدعم ايه? تضطر حتى في مكان موجود الكاميرا انك تقسم وتنزل لي بحيطة كده هنا. اصبح انت هدلوقتي مل بتقسيمات محددة لمين? ايه? اللي عندك او للشقة بتاعتك او للفلا بتاعها. يعني هنا في كاميرا اه يبقى انت ملزم تحط هنا حيطة هتلاقي في كاميرا ناحية تانية ملزم تحطة هنا بقتقفلت لك منطقة بقت ملزم بالمساحة دي انك تعملها مسلا قضة نوم او انك تعملها عندك او انك خلاص انت محدد بيها. لكن في الفلات اسلام. هل في ايه? يبقى انت هنا عندك حرية كبيرة جدا في التقسيم. في ايه? قال لك واحد يا سيدي مسلا عايز يستلم او استلم شرقته. عايز اوسع من خلاص? يقدر ان هو يحط الحيطان في اي مكان يعجبه. قسم زي ما انت عايز. العكس واحد عايز يعمل القوض واسعة شوية اقل. فازن هو عنده هنا حرية في التقسيم انه يحط الحيطان في اي مكان ايا كان في البلان هو ماله يا جماعة القصة ما عندهش كاميرات حكمة او مقايدات فتخليه حط مين يا جماعة التقسيمات الداخلية بتاعت وبناء على الكاميرات اللي عامة. وزاك كنا نيجي نقول ايه? الكلام ده من عشر سنين كده ولا اكتر كمان كنت يجي تستلم مثلا ايه? في مدينة يفتل عب مصطفى هنا يسلمك الشقة تاخد ساعتك مفتاح شقة كده تدخل تلاقي الحداء تلاقي الشقة دي فاضية من جوة. ما تبيش فيها ولا حيطة. والحد النهار ده طبعا في المشاريع الكبيرة تكلفاتها عليها يعمل نفس الكلام قبل ما يسلمك نهائي يسلمك مفتاح شقةك يقول لك تفضل تخش تلاقي الشقة فضل ده ايه ده ايه سعتك ده ايه ده ايه الكلام ده يقول لك ما هو التقسيمة زي ما انت عايز. هل انت نقسم على ده ولا حالك ليت مواصفات خاصة? اه تقول له لا والله انا عايز اكبر ما عرفش ايه عايز اوسع ما عرفش ايه يبقى انت الميزات دي او دي داشت اخدها جه في السيسلم ده يبقى سعتك وانت داخل كده لقيت او لقيت حد بيقول لك الكلام ده تعرف ان العمار هدين متنفذة في لات اسلام. خلاص. لان هي مين هي الوحيدة اللي بتسمحنك بحرية التقسيم في الايه في المساحات الداخلية. تمام? دي قصة ايه اللعب. يبقى زي ما قلنا لها مميزات كثيرة ولزلك الاقيها منتشرة جدا في المباني الساكنية. ساعتك تعدي كده من على اي مسلا اه تحت اي عمار بص ده ايه عندك كل الموضوع. عندك شغل عندان. وتلاقي شوية ورق كده. هو ايه البلاء? تتنفس بالشكل. طبعا بقى لو بدينا نتكلم على المباني اللي بتسعيم المباني بخالفة طبعا. طبعا. طبعا بتتكلموا في طبعا. انا اكيد كلنا سبعين فصادة الموضوع التصرفات والكلام ده. فتلاقي تسعين ايه? ده مية في المية من المباني المخالفة. بتستعمل تتعمل ثلاثة سلاب. بتقول لله. ثلاثة سلاب. يعني يا راجل بيبقى طرعا مخالف. مسلا مسلا. اه فاي منطقة عندنا فاهم كلنا كلنا منطقنا ايا كان. تيجي تلاقي انا مسلا من منطقة معينة يا سيلي. الاقي في مين? عمارة دي مخالفة. اتفاح مسلا خمستاشر دور ولا حتى. هتلاقيها شزة حتى وسط ايه العمارة? هو الكلام ده حصل ايه? قالك ده هو بيبقى عايز اكتر حاجة تنجيز الوقت. عايز حد الناس ما تشوفش هو بيعمل ايه? فيوح جاية عامل ايه بقى ساعتك? يروح مستخدم من فلات السلاحات. بيعمل ايه? يعمل الشند الخشب. يفرش مين? آآ شبرة الحديد. يصب تاني يوم. ممكن تالت يوم مين يا سيلي? يفك ايه? يفك الشدة الخشب بتاعته ويطلع بالسقف اللي بعمل. طبعا الكلام ده اول يعني يعني اتنا بيقول ايه? ده كلام مش 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 مزبوط. طب حد يعرف سؤال بقى. لو انا عندي بلان لطيف زي ده كده. كان هنا ان نبدأ نتناقش بقى في النواحي العملية. لو عندي بلان زي ده حد يعرف امتى فك الشدة الخشب بتاعه? بعدıyorum سبعين olmuş عشر نوع بعد understandable לשعر اصدقائي اصدقائي ا Ettoreع اصدقائي 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 با اللي myself how to the long term h you can help you with your family authority. فو بيبقى ضعفلزبان زائد ايه يومين يعني مثلا عندي اقصى سبان في فالسلاب موجود مثلا البيان بداية كان فيه تمانية متر. خلاص كده? يبقى شاديد الفتك بعد قد يقال لك اتنين في تمانية بستاشر زائد اتنين يبقى كام تمنتاشر يوم. يبقى ما اقدرش فك الشدة دي قبل تمنتاشر يوم. فالكود بيقول ضعفلزبان زائد ايه زائد زائد يومين يديلك مين يا جماعة انك تقدر تفك الشدة دي ايه. وده في الموقع دكتور بيشتغل كده اصلا او ده بالحب? لأ احنا احنا اتفاهم لأ بصلا ما كيش حاجة احنا ده ده اللي الناس المحتارمة بتشتغل عليها. ده اللي الكود بيقول عليها. انت بقى تشتغل غير كده تتحمل انت مسئولية انك اشتغلت حاجة تانية غير كده مش بتاعها. يعني انا مثلا انا هاجل استشاري مثلا ده ايه. لما عندي مشاعر معينة. يمكن انا مثلا يعني 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 عندي انا بشتغل مثلا حوالي تلف مشاعر. هل هقدر حد دي يقول لي هفك بعد ده? اقول لي فك. اشوف انا مش هطارت. انا بس بس امعه كين ما واحد. كثير متعبات. بس انت تتحمل مسئولية. خلاص? عايز تفك بعدها بنص ساعة فك? بس لو المبنى ده نهار انت المسئول عنه. بس باختصار. لكن العلم بيقول ايه والكود بيقول ايه؟ بتقول ايه بتقول ايه بيتقول لكي الحمد الكلم عليك. ضعف الاسبانزا اديومين. انت بقى عندك اي حاجة تانية ساعتها لما نيجي فوق بعد ضعف الاسبانزا اديومين بعد المدة دي كلنا واثقين ان ده الوقت المناسب اللي الغرصانة وصلت فيه لكمبرسيف سترنس زي مقول على الاقل لوسط ال خمسة وسبعين في المية من الكمبرسيف سترنس اللي انت مصمم عليه. اللي انت مصمم عليه. مش بقى فيه كونتكت محدد. قول حبيب. مش فيه كونتكت محدد انا تنبيه الوقت. الكلام ده بيقى محسوبة هندسة من الاول خالص بقى. يعني مسلا ايه انت دلوقتي معاك تبلانات المعلمعية. لما الناسبة بتوع المانجمنت بيعملوا ايه? معالي هو برضو حاسب على الوقت ده. هو مش حاسب على مزال. ما هو عالي. لما بيجي يحسب اللي داخل مانجمنت او بيجي يحسب بيحسب على الوقت ده. يقول لك والله انا عندي النسبة بكذا كذا يبقى السقف بتاعنا عيترك مثلا بعد دقيق خمستاشر يوم. يبقى خلاص انا مش هتكلم من هي قبل خمستاشر يوم. وهكذا. اول ما تبقى حاسب يبقى حسب على الوقت ده فبا. دكتور هو قانون بيسوي معاش. باعفل سبان زائد يومين. تمام? ده الوقت اللي الكود ينص عليه لفك الشدة الخشبية في اي سبان خلقه في اي بلان خلقه عبره. باعشين ساعة. باعشين ساعة. اه اه اه. اللي هو طبعا اقصى طول ما بين عمودين يعني. على حسب بقى فهم? على حسب مساعة العمود والحسب القصة اللي عندي لأ ما تتفكتش كده فهم? يعني 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 ليها شطرطات برضو على عسب العمود يعني يعني ليها شطرطات لكل حاجة على حسب العمود هل العمود دائري? هل العمود شكل منتظم وهل شكله مش منتظم? على حسب يعني. طبع دكتور ممكن في اه اضافات محطوطة في الخلطة الخرصانية تخلينا شوف اه افك شدة بدري? ده هي لا الادافات بتعمل ايها هندسة? الادافات بتجي تخلي الخرصانة بيقولك ادافات سريعة الشك. بتخلي الخرصانة تشك بسرعة. لكن مالهاش علاقة بانك تفك انت هو القرارة ده يا هندسة من من موضوع الفاك ان انت بخوفك من انك تفك بدري ان الخرصانة ما تكونش وصلت للاف سي يو المطلوبة منها. اللي هي المقاومة التصميمية بتاعتها. فلما انت مثلا بصمم على على الاف سي يو بامتين وخمسين. وانت فكيت مثلا يا سيدي بعد عشر ديان. طب هل هي وصلت لها? لا هي عمارة عندك هي عمارة ما بتوصل لمية في المية من الاف سي يو. خلص. بتوصل ايه ستين في المية. سبعين في المية من الاف سي. خلص? فلو انت يا عم مصمم على امتين وخمسين. هل هي وصلت لستين في المية او سبعين في المية تلاقي لا لسه ما وصلتش. طب تفك يا عم ويبدأوا يستخدموا والناس تطلع على السقف ده. واني هي اصلا لسه ما وصلتش للمقاومة بتاعتها بتلاها يحصل ايه? انهيار عندك. تمام? فهي دي الفكهة. يبقى الفكهة الاضافات اللي بنحطها انواع. في اضافات بتزود اللي هي قابلية التشغيل. تخلي الخرصانة تتشكل معك بشكل احسن. في اضافات علشان الخرصانة تشك بسرعة. لكن مفيش اضافات عني هنا بتخلي الخرصانة بتوصل للف سي يقفى عمر مين? فعمر بدري عن عمرها. ليه قصة. تمام? شو قلنا دب. لا عفو حبيبي اهلا ديك. طيب. فدي مين القصة ايه? الموجودة معي. تمام كده? طيب زي ما كل حاجة يا سيدي ليها ميزة. فكل حاجة ليها ايه? عيب. اكيد يعني عدنا نسهد في مميزاتها فاكيد ليها عيوب. ليه عيوب بقى الثلاثة سيدي. قال لك اول عيب عندي ان هي اغلى انواع البلاطات في التصميم. مكلفة شوية. قال لك ليه عم مكلفة? شوية. لان هي كده بصوا كل حاجة في الدنيا ليها ايه? لها ضعيبة. مش انت عايز وقت سعرية او عايز تنجز يبقى دفع. خلاص كده? عشان كده بنقول ان هي مين يا جماعة? التكلفة بتاعتها شوية ازياد طبعا من ايه? من الصغير وازياد من من والذيك لو جينا نهد البلاطات من حيث فنلاقي اول نوع من انواع او ارخصهم يليه الهولو يليه تلك كده ايه? من حيث ايه التكلفة ايه اللي موجودة عندي? تمام? نفس القصة زي من البشماندس قال من شوية مقاومتها مش بتقاوم بشكل كبير. تمام? ليه? لان ما فيش كاميرات زي ما قلنا عندي موجودة ما بين الايه الاعمدة تربطهم ببعض او تخليهم يشتغلوا ازاف حين. او خلي بالك انت لو بتخلي الشكل اله كله يشتغل مع بعضه كعيونة واحدة يبقى انت كده بتقاوم الاحمال الجنبية بشكل لطيف جدا. رأس كده. لكن هنا كل واحد متفاق بنا. ما فيش حاجة رفض ما بينهم. البلاطة دي ما بتربطش ما بينهم. البلاطة دي فوق العمداء. فتيجي تلاقي المتقاومة الفلات اسلاب لللات هاللود مش كبيرة. طب تتيجي تقول له لا. يعني انت يا عم انت بتعمل لنا ما يقاومش اللات هاللود. اقول لك لأ. بتقاوم اللات هاللودة. مقاومة ازاي بقى حد يعرى? حد عنده فكرة زي اضحهم اللات هاللودة فلات سلاب. ممكن حد شيروول شيروول. شيروول صحي يا دوت. لا مش مش حال يقال الشيروول الاول. بيعملوا قبل الشيروول. حد يعرف. يكبر شوق البلطة? لا. مارش جنبين ولا ايوال. عندنا اتجان اللي في تحطر للعمدان وعندنا. يالله. عامل مبنى ما كوش جمان مارش جنب. اعمل اي? اتجان اللي في تعمل للعمدان. ايوه ايوه حلو حلو زي ما راجل ده قال. قال لك اول حاجة بيعتمد على الاعمدة ان هي بتقاوم مين? اللات هاللود. يعني مش فجأة كده? بيخلي مين يا جماعة? الايه? يلا هنعمل اه او هنعمل اه هنعمل شيروول زي عندي. لأ. ده هو بيخلي العمدان تقوم بدور الشيروول. بمعنى بقى زي يامل بشواندس لسة ايه. بيعمل حاجتين. بيكبر ابعاد العمود او بيخليها عندي زي ما قولنا ما تبقاش بقى ايه? اشهين في اشهين. تلاتين في لأ بيكبر ابعاد العمود. تيجي تلاقيه مثلا تلاتين في سبعين. تلاتين في تمانين. تلاتين في تسعين. تمام? تقول لي حلو. يعمل ايه بقى تاني? يشوف اتجاه اللات هاللود ودي بتتعامل بقى زي ما قولنا من خلال الصوفتور. هل اتجاه ده? ولا هل اتجاه ده? ده. وعلى الاساس ده يحط حاجة اسمها ضرب العمود. يعني ايه ضرب العمود? يعني يحط الاتجاه الكبير للعمود في اتجاه مين? اللي tank? يعني لو وحاجة جايها كده. بصى الشكل поддержHz. يحط التين 이를 متسبب بعد العمود الكبير في الاتجاه ده. ولعكس. لو كان الاتجاه كان للاتفال بكل ده ولا الاتجاه ده يحط الاتجاه مين? في الاتجاه المنبود. قلت y context او ده في العمدان الخارجية سم؟ الطرفية يعني. دي لحقاً? بلا احبير. TB. غلا في كله. في العمدان الخارجية بول مستفع من دولين. بل عكس بالعمدان الخارجية ولا ألا.? احنا فكرة انا هنا مش باقوم بالعمدان الخارجية وبس لا انا باقوم بالعمدان الداخلية والخارجية تمام فزي ما قلنا بس برضو ارجع تاني اقول هل كل العمدان في الحياة ان خليها في الاتجاه ده اقل لك لا يعني برضو فان ما انت اهم حاجة مع المحافظة على ايه زي ما قلنا الاشتراضات المعمرية يعني اه يا عم انت ادي الدور بتاعك بس مش انت حط مسلا العشرين تلاتين عمود في نفس الاتجاه ده احط العمدان اللي خلاص تبقى سيفت مين اللاتراللوت اللاتراللوت زيف خلاص طبعا مش لازم كل العمدان تبقى في نفس الاتجاه اهم حاجة ان انا مخلش بالاشتراضات المعمرية اللي موجودة عنها خلاص كده يعني برضو ايه محافظة على ايه المعمرية دكتور مش انت خمسين 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 في اتجاه طولي خمسين في اتجاه العرضي ايه هندسة مش مسلا يكون اتجاه العمود مسلا في اتجاه الطولي يكون خمسين خمسين مع اتجاه العرضي لا 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 مين قالت كلام ده ازاي يمسك اي بلان عندك هل هتلاقي نص العندان بصة في اتجاه والنص التاني والنص في اتجاه داني حاجة في نفس الوقت برضو قادرتوا ما ينفعش اخلي الاعمدة كلها في اتجاه واحد عشان. سامع احنا قلنا ايه? احنا قلنا ايه? بغير الاتجاه لحد املاقي اللاتر اللوت بقى سيف. سيف معك خلاص انا مش مطالب ان كل اللي عند انت بقى باتجاه واحد انت سامع انا بقول ايه ولا بس سافع? تمام. بس انا احنا بنعمل ايه? احنا بقول اتجاهات بعض الاعمدة. انت ممكن تلاقي في الاخر انت عايز ايه? عشان تسيف اللاتر اللوت. عايز تلف عمودين بس. بتلف عمودين. عايز الف ثلاث عمدان. الف ثلاث عمدان. لكن مش كل العمدان يبقى اتجاهها كده. ولا كل عمدان اتجاهها كده. ما ينفعش طبعا. الكده انده خالص. معيني كده? طب اعرفش دكتور لو سامع. يا دكتور. معلش. بعرف ازاي بس هلف عمودين تلاتة العدد ازاي يعني? طب اهي القصة دي ايه بعشان? عشان بس اما دخركت فيها ازل من لازم. انت المفروض عندك كتير كان نوعه ازا كان اتساب او او روبوتس او واتفر ايه. لما بديجي بتذكر البلان وبتصميمه في اسمها ايه هي الدريفت دي يا سي دي? هو بقول لك ان البلان ده بيتحرك في الاتجاه بتاعك قد ايه? يعني يحصل له دلت او ما انا صح اللي سوية. يعني بس اطولك حاجة انت خلال. هل البلان ده هيميل او هيحصل له سوية قد ايه? بناء انا على قيمة اللي سوية دي ساعتك بتحدد انت عايز تقاومها ازاي? فبتوح جاي بتيجي تروح اعمل له على العمود ده. انا عملت سيلكت على العمود ده. وتقول له والله العمود ده بدلا ما اتجاه وكده اعطيها. واتدوس اوكي. اشوف الديلتة. قلت? اه قلت. هل وصلت للالاوب والبتاعي? اه وصلت لها. خلاص شكر هني. بقى انا كنا مش عايز الف حاجة تاني. اه ده اللي بتعمل بالزبط. اه الاقي لس انا معلم على العمود اللي جوه ده. خلاص كده? والف اتجاه. واقول له يلا اوكي احسب لي يلا دلتة دلوقتي اتشكلي عليها بقى البكاية. تمام. تمام فدي ايه? الفكرة ايه? اللي عملي. تمام. تمام قادل ايه? القصة ايه اللي عملي. انا بسلكت على حاجة معينة. او بسلك قيمة التلتة خلاص. ما عنديش ايه? ما عنديش مشكلة القصة اللي اللي عملي. دكتور السود بيروح ويجيب على ازنا. يعني يعني دي بعض مميزات وبعض عيوب اللي ايه الفلات ايه? الفلات اسلاف. فبنيجي اللي قادل يا سيد البلاطة بتتسعر على اللي موجودة عندي وبشتغل على الايه? على القصة اللي موجودة ايه? في السيستم اللي موجود عندي. تمام كده? دكتور السود بيروح ويجيب بعد كده? لو مينة. دكتور السود بيروح ييجي من عند حضراتك. اه يبقى انترنت بقى حاضر يعني انا. اه سود كويس. كويس جسد. كويس كده? اه يبقى انترنت بيجيب بعد كده بيعمل ايه? قالك عندنا بس مشكلة لطيفة ممكن تقابلنا في ايه بقى المشكلة? وهي دي مشكلة كريتكالة. اللي عندنا تكلم عليها. ان انت بتقول لي على طول ان الكامرة ان البلاطة بتاعتك دي واقفة على العمود. طيب. انت متخيل العمود دي بقى كام في كده ما قولت لسه يلا تلاتين في تلاتين في خمسين تلاتين في ستين ايه كده. طب البلاطة دي بتبقى مصحك. زي ما انت شايف. طب اي اللي بيحصل او الموضوع ماشي ازاي? الوضع ده بالزبط بالزبط كامل لو كأنك جاي بورقة وبحاضر تحتها دبوس. نفس الابعاد بالزبط. ابعاد العمود بالنسبة لابعاد البلاطة كبير قوي. نفس كأنها بالزبط كأنك جاي بدبوس حطه تحت ورقة. ايه خوفك من الدبوس يعمل ايه في الورقة? يقررها. صح كده? ان الدبوس ده يخترق من البلاطة اللي عني. نفس الفكرة. انا عندي هنا خوفي ان العمود بتاعي ده ابعاده تكون صيقاها اوليلة بالنسبة للبلاطة. فتلاقي العمود بنسميها يعمل ايه? اختراق. يعمل للبلاطة. دي الفكرة اللي عندي. قال لك الله يعني انت ممكن العمود بتاعك ده ابعاده تبقى صغير يقول لك اه. فيعمل للبلاطة قال لك برضو مصبوط. معلش دكتور. معلش دكتور. مع ابعاد العمود بالنسبة لابعاد البلاطة. وكبالك كده انت عندك هنا العمود ده ابعاده بالنسبة لابعاد البلاطة كلها. كأنك بالزبط جايب دبوس وحطه تحت ورقة. الدبوس ده خوفك انه يعمل ايه في الورقة? انه يخرمها. صح كده? ان هو يخترق. نفس الكلام هنا. انا خوفي في الفلاتة سلاف. ان ابعاد العمود لوحدها تخترق البلاطة. تعمل لها فانشن. علاس كده? يبقى هو ده اكتر حاجة في الفلاتة سلافة. في الديزاين بطارة زي ما نشوف دولات المعبرة. علاس كده? يبقى اكتر حاجة كان ان العمود يعمل فانشنج للبراطة. ولذلك هنيجي تشوف. لو انا بفترض من الاول ابعاد العمود اللي موجودة عنها. خلاص كده. بقى سيف. امين يا عم خلاص. سيف للفانشنج تمام. مش سيف بقى. قالك ده في طرق مختلفة لمقاومة مين? الفانشنج. احد اهم الطرق دي انك بتيجي تزود الموجودة. ومش انت خايف ان ابعادة ان العمود ده يعمل عشان ابعاده صغير. قال لك اه مصبوط. فيروح جاي على اللي هي وصلة ما بين البلاطة. بالعمود بدل ما يخليها الحتة السغنانة اللي فوق دي بس كده. لا ده يزودها. فيعمل ما يسمى بحاجة اسمها او كولوم هيت. انه يجي يزود يخلي العمود ده رقبة. ما نسميها كولوم هيت. خلاص كده? زي شكل الاعملة دي موجودة برضو بالزبط عندك خلاص? تيجي تلاقي لو هي عاملة دائرية يطلع يعمل للعمود طبعا لو انت مش مش هاجل انشائي هتقول له ايه ده الله ده شكل ده شكل جميل قوي ده ايه ده ديكور? لا او مش ديكور. خلاص? الشكل ده عمل ايه يا جماعة? عمل حاجة اسمها كولوم هيت. انه زود ما بين العمود ومين? والبلاطة اللي. عمل ايه يا جماعة? زود ما بين العمود ومين والبلاطة. عمل ليه الحركة دي? علشان خايف من البانشنج عندك. فقال يا سيدي مين فكرة ايه او قصة مين? اللي هي ايه موجودة عنك. تمام كده? دي ايه? قصة من القصص مين اللي موجودة عنك. طبعا. معلزنك اضبط. نعم. حضرتك احنا بنعمل ساعات كب على العمود من فوق. اهو? انا اهو انا اهو? اهو ده? كان في تستيح من فوق. لا لا دي حاجة دي حاجة تبقى تانية بقى فعلمني? دي اه دي تبقى اشتراضات تانية لو انا انواع من انواع العمودة تانية بيسمي. دي قصة تانية خالص ماناش علاقة بيها دلوقتي. حننكلم على خيصان دلوقتي مش على تمام? طبعا لو العمود بتاعك على شكل مستطيل فبتبقى واخد الشكل اللي عندك. لو هو ده ايه بيبقى او واخد نفس الشكل بتاعي. زي ما هو باين كده في الشكل مين اللي موجود قدامك. زي ما قلنا بنسميها او بنسميها على حسب مين الشغل اللي عندي او على حسب الشكل اللي اللي عندي. طيب. عايزين بقى نبدأ نتكلم على الكلام العملي وكيفية عندي هنا تطبيق او تصميم الفلات سلاف. طبعا انا فهمت الفلات سلاف ده ايه طصته وموضوعه ايه ودنيته ايه. عايز افهم بقى بيتصمم ازاي? طبعا. عندنا كزا طريقة بتصمم لنا الفلات سلاف. تحديدا عندي عشان او 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 بنتكلم نكون محددين. في طريقة اسمها والطريقة تانية اسمها دول طريقتين التصميم. طبعا اول كده انت دايما ما تحق معود نفسك كده من سنة تانية. اول ما بتسمع كلمة لازم اجح زعلك وراها شروط. صح كده? كنت اجا اقول لك عشان ترسم المومنت بالقيم ما كنتش اسكت على كده. لا كنت اكمل كلامي اقول لك ايه? بس لي يا شرط. خلاص كده? اللي ما اعرفش لازم اقفلك اقول لك كلمتين. تمام كده? وهكاسب نفسك هناك كلمة. عشان اقدر استخدم الطريقة في الفلات السلاف. انا هي شروط شروط. ايه ببقى الشروط دول? قال لك هما سبعش طردات بصفة عامة وانا ايهم ايه يعني عندي ايه طردات لطيفة. قال لك اول شرط في عدد البكيات في كل اتجاه سواء كان اتجاه اكس او اتجاه واي ما يقلش عن تلاف. يعني ما ينفعش اجا صمم مثلا بلان آآ بكيتين بخمس بكيات. واقول لك نستخدمه لا لا ينفعش. لازم اقل حاجة يبقى تلاتة في تلاتة. تلات بكيات في الاكس وتلات بكيات في الوقت. قال لك ماشي يا عم جميل. طيب تاني حاجة. قال لك نسبة بتاعتي اللي هي ايه نسبة دي يعني طول البكية الكبيرة. على طول البكية الصغيرة ما تزيدش عن اربعة على تلاتة. دي هي واحد تلاتة وثلاثة. سهلة يا عم اللي هيه يعني تسمي البكية الكبيرة على البكية الصغيرة وتقارنها بكيان باربعة على تلاتة. ماشي. ده الكلام سهل بقى. ما عنديش فيه مشكلة. طيب. حاجة بقى ايه تانية مهمة تعالى تشوفها على راسك. خلاص كده? بيقول لك ايه? ادي مسلا بلان كده بلان جميل. البلان ده بيتكون من ايه? ادي عم تلات باكيات في الاكس وادي تلات باكيات في الواي. هاي. يبقى اول ايه? اول شرط متحقق ان مفيش عندك في كل اتجاه. عدد الباكيات ما يقلش عن تلاتة. تاني شرط ما تزيدش على اربعة على تلاتة. يعني لو قسمت الباكية الكبيرة اللي هي الستة متر. على الباكية الصغيرة اللي هي الخمسة متر تديني واحد واحد ستة. اعلقتها بالاربعة على تلاتة ما عدتهاش. يبقى كده انت زي الفول. اركز بقى كده معايا في الكلام ده. قال لك ايه بقى الشرط اللي بعده. قال لك لازم النسبة ما بين الاطوال في كل اتجاه. بمعنى اتجاه نمسكه مثلا مع بعض. هل لازم يبقى ستة متر ستة متر ستة متر قال لك لا. يعني ممكن يبقى ستة ورقم تاني قال لك اه بس عندي شرط. لازم الباكيتين اللي جنب بعض نسبة الاختلاف ما بينهم ما تزيدش عن عشرة في المية من الطول الكبير. بمعنى يعني لو دي ستة في المية. لا لو دي ستة متر. طب اللي جنبها عندي هنا ممكن تبقى كام? مسموح لك لحد عشرة في المية من الستة متر. يعني اللي جنبها تبقى ستة وستة من عشرة متر. ده الاختلاف. ما قدرش ازود عن كده. طب ينفع تبقى ستة سبعة? اقول لك لا. ما بين الستة والسبعة ده بقى ازيب من كام من عشرة في المية. ما ينفعش. تمام? يبقى تاني. لازم اللي اختلاف ما بين كل باكيتين متجاورتين ما يزيدش على عشرة في المية من الطول الكبير. ماشي جده? يعني مش كده? طيب. وما بين باكيتين مش متجاورتين? يعني ما بين الاولى والتالتة الفرق ده مسموح لك لحد عشان في المية. يعني لو انا هطبق بالارقام اللي قدامي تبقى دي ستة. ودي ستة وستة. ودي سبعة واتنين. بس. ده الاختلاف اللي مسموح لك ده. تبقى واحدة من طبقت والتاني ما تبقيتش. اللي هي تبقى واحدة عشرة في المية والتاني ما كانت اقتر من عشين في المية. ماذا هي حبيبي? يعني كانت اللي جنبها ستة وستة واللي بعدها ما كانتش بقى سبعة وحاجة لأكت. مسلا تزعة. الشروط واضحة. ستة وستة واللي بعدها ازياد من عشين في المية ما عرفكش. بس. يبقى ده هونا لو انا بتكلم هنا على اطوال مسموح بيها تبقى دي ستة. والعشرة في المية من ستة يعني او بوينت سكس. تبقى دي ستة وستة. تبقى دي سبعة واتنين. عشان السبعة واتنين مع الستة يدوك العشفين في المية بتاعك. من الاين? من الستة اللي هي الكامل واحد واتنين من عشرة. بس. ده اللي ما اسموح مين? يبقى دي مين الكلام واضح? الفرق ما بين كل اسبنين متجورين عشرة في المية. ما بين الاسبنين الغير متجورين عشوين في المية. ايدي القص ايه اللي عام. يبقى ده شرط منين من الشعوب مين المهمة? اللي موجودة ايه معايا من ايه من الطبيق اللي عندي. ادي الشرط تلاتة وده الشرط مين? ايه اللي عندي. طيب. بيقول لك ايه? بيقول لك لازم الاطوال الداخلية اللي موجودة عندي جوه تبقى زي الخارجية او اقل. ما يفعش تبقى اكتر. يعني ايه? صورة اللي تبقى ايه يعني الخارجي هنا عندي يبقى اقل منين من الداخلية او او ازياد. خلاص? يعني ما يفعش يزيد مين عندي. الوديل ايه القص صعيب اللي ايه اللي موجودة معايا. اخر الشرط عندك بيقول لك ان لازم اللايف لود ما يبقاش عندي اللايف لود اللي موجود على الفلان. ما يبقاش ازياد من ايه? من ضعف اللي موجود مين معايا. بالغالب الاخر الشرطين تلاتة دول ما تلاقيهم ايه? لا يمثلوني شيء يعني. خلاص? انا دايما في الغالب بنهكز على عدد الباكيات في كل اتجاه. الفرق ما بين مين? الاطوال ايه اللي موجودة عندي? دي موظم الاشترطات الايه? المعمرية اللي بتلاقيهم ايه يشتغلوا عني. تمام? في قصة اللي موجودة ايه معايا في اشتراطات تطبيق. تقول ليه طيب? قلت لي فيه طريقة تانية اسمها ايه? ايه? ايه شروطها? قالك شروطها عدم تحقق اي شرط من الشروط بتاعة يعني يوم ما تلاقي ان بقيت باكيتين في تلاتة تقول لي معرفش استخدم ليه? لان من شروط اني بقيت حضرتك هنا عندي. تلاتة في كل اتجاه. بقوا اتنين اقول لك انها خلاص. ما يخصنيش. ما ينفعنيش الكلام. يبقى شروط شروط تطبيق هو عدم توفر اي شرط من ايه? من شروط لكن ما لهاش شروط صريحة ايه? تمام? طيب. تعال كده نشوف الراجل ايه? بديني كده هنا عندي ايه? لطيف. خلاص كده? وبقول لك ابدأ ايه? اشتغل على اللي موجود قدام. خلاص كده? طيب. طرق حل او بتاع لازم يحقق ست خطوات. زي ما كانوا التمانية في كده واتنقشتها مع بعض وعدنا نحن فيهم عندنا خطوات والكلام ده. قال لك بقى بيتحل بكم خطوة يا سيلي? قال لك لا بتحل بستة. يبقى زي ما كان بيتحل بتمانية. الاخ ده بتحل بستة. ايه يا عم من ستة خطوات دول? قال لك اول خطوة العبعاد الخاصة. تقول يعني انا هنا ما عنديش سيستم اقول لك لا يا عم. هنا مفيش سيستم خاطس. احنا بنيجي بديك البلان جاهز وانت تشتغل ايه? عليك. الخطوة الثانية خطوة الخطوة الثالثة حاجة اسمها اللي لسه كنا مكلمين عليها مع بعض. الخطوة الرابعة اللي هي الخطوة الخامسة والخطوة عقم ستة دول الست خطوات اللي يحلو لك اي مسألة بالتسلاف. تمام كده? طيب. مديني ايه? قال لك يلا يا عزيلي عندي هنا بلان. البلان ده. كمسة وعشرين. اف تلتمية وستين. واحد ونص. بكام بتلاتة والدأمين اشتغل على البلان ايه اللي موجود قدامي. البلان ده عامل ازاي? قال لك بيتكون من تلاب باكيات في الاكس بستة متر. تلاب باكيات في الواي بكام بخمسة متر. وعايزين نبدأ نشتغل على القصة اللي ايه اللي عندي. طيب. تعال بقى نبدأ ايه? نتناقش مع بعض كده واحدة واحدة. طيب. نمسك اول حاجة موجودة عندي هنا. الايه? انا قلت لسا ايه لك من شوية. هو السيستم ده بيتكون من ايه حضرتك? قلتني من بلاطة واقفة على عمود. يعني انا في كل اللي عايز اسمعه منك او كل اللي عايزك تجيبهولي. عايزك تجيب لي البلاطة دي تخانتها قد ايه? عايزك تجيب لي العمود ده ابعده قد ايه? شكرا. مش عايز منك حاجة تانية. يبقى انا في في فلات اسلام في اول خطوة بجيب حاجتين. دخلت بلاطة وابعد عمود. ماشي? طيب. تعال واحدة واحدة مع مع بعض. بيقول لك ايه? قال لك بتاعتي للبلاطة بتساوي ال على اتنين وتلاتين في حالة ان المسألة بتاعتك ويزاود يعني مدهاش او ال على ستة وتلاتين لو تعرف من اين? ازا كان الفلان فيه او لأ? هتجي تلاقيني حاجة من اتنين. يقايل لك بقراس المسألة ازا كان مسألة دي فيها او لأ او جاي يرسل لك العمود وعمل لك حوالي مين مربع? يبقى المربعات دي هي مين الموجودة يعني. واضح هنا ان انا ما عنديش الفلان السادة كده نضيف واقف على يقول له ان بتساوي ال على ال اتنين وتلاتين. طب مين ال ال بقى حاجة عندي هنا? وهجز بقى فيها عشان زي ما قلنا الكلام ده كلام عام. مش بنقول. ال اللي هنا قالك ال ال هو اطول سان موجود عندي في البلان كله. تقول لي طيب يعني هنا في ستة وهنا خمسة فين اقصى حاجة. اطول اطول موجودة عندي او اجبر باكية هي الستة. الستة متل هي ستلاف ملي مقسومة على الاتنين وتلاتين فتديني مية سبعة وتمانين ونص. بخانت البلطة مية سبعة وتمانين ونص قال لك حلو. هعسيبها كده مية سبعة وتمانين ونص قال لك لأ. في الفلاف سلاب ونقطع بردو حلقة خودنا تقرب لأقرب عندي هنا عشرين ملي بالزيادة. بمعنى دي مية سبعة وتمانين. اقرب عشرين ملي بالزيادة ليها اللي هتجمع جماعة المتينة. واعجع اقول عشان ما اقعدش اوجع دماغي. الفلاف سلاب كلها ارقام زوجية في معادل ارقام مقفولة. زي ايه عندي هنا? زي العشرين. زي الخمسة وعشرين. زي التلاتين. دي الارقام المقفولة. عندي. يبقى العشرين كده كده مين? ما هي كده كده زوجي? خلاص كده? خمسة وعشرين مسلوح بيها اقرب. تاني حتى ده ده تمشن بس السلسط قطع. في معنى. اسام تلتة ستلاف اللي هي اكبر بكي على اتنين وتلاتين تلعت لك مية سبعة وتمانين ونص. بقول لك ان تي دي تتقرب لأقرب عشرين ملي بالزيادة. اقرب عشرين ملي بالزيادة اللي هي كان المتين ملي. شكرا. يبقى تي دي بتاع امتين ملي. بقول لك ان دايما تخانة هي تخانة زوجية مع عدل وحيدة اللي بتسمح ان هي بقى لها رقم رهدي واحد هي المتين وخمسين ملي. يعني لو هنا تطلعت لك متين وخمسين ملي اقول لك اوكي خد. قد عنده فكهة ليه المتين وخمسين ملي المسموحة? عشان بتتقسم على خمسة. بسم الله ما شاء الله يعني احلقة الخمسة من الموضوع يا عبد. انا بقول ليه هقم مدين وخمسين مسموحة. يعني المتين واحدين بتابل اسم على. اوه التنفيذ. الله اربعة بقى بسين. عشان خشم بتاع التنفيذ. لأ مستعمل. شن بيبقى الصنف كبير مسلا? بتسمح ان انا حط رقيتين حديد? لا هي رقيتين متفق معايا. لو هي ستتاشر سنتي وازيل انا بسموح برقيتين حديد. كل ما تخدمت البلوكة بازيب من ستاشر سنتي او مية وستين ملي مسموح لك. استخدام مشتريتين حديد? مش بتاعلي البنش عندي? لا. انا بقول ليه رقم مدين وخمسين? وليه مرفوض يا دكتور برنا? ايه حبيبي? وليه مرفوض? مرفوض? مرفوض يا دكتور ما احنا مش فاهمين ليه? اصلا مرفوض الارقام الفردية. لأ ايه مش موضوع مرفوض. انا في اقرب هي زي ما قولنا القاعدة بتقول لي اقرب عشرين. صح اللي اقرب عشرين ملي بالزيادة. بس مش قصة بحاجة. الموضوع باختصار. الموضوع باختصار. علاقته بايه? اللي اقرب عشرين ملي بالزيادة. ايه والله ينوع عليك. دكتور فيها بعلوك. في واحد عشر سنطة وفي الواحد ماشر سنطة. عادي. الله ينوع عليك. يبقى اذن الموضوع ليه علاقة بايه? التنفيذ. ليه? عشان عرض الواح الخشب يا جماعة. هو ده اللي بيحكمني. خلاص كده. زي مثل بشمهندس ايه. فيه كمان خمسة. خلاص كده? فيه الواح عرضها خمسة. وفيه الواح عرضها عشرة. وفيه الواح عرضها كان اثنان. كده انا باخد الارقام الزاولية. طب انا رجيب مسلا نفستها سبعتاشر سنطة. او لو نفستها مسلا في ساعتاشر. مفيش عندي زي ما قلنا في التنفيذ. مش هي هو بيصب. هتقوله بعد اذنك وانت بتصب سبلنا سنطة. لا مش هي بيش. بفيه الكلام ده. فانت بتعمل بتاع الخشب وهو بيملها لك عليها ايه خارصان. ده السبب ايه اللي عمل. فكل كل حاجة ليه علاقة بالتنفيذ. ما بيش حاجة يا جماعة بتعمل صدفة. يعني مش حاجة احنا بيقولك اه لو رقم ده كزا مش حفز. يعني دايما يعني من فضلك افهم. افهم احنا بنعمل ايه. اقول ليش معنى. ليه? ليه? زي ما تكونوا المسأل. اسأل على كل حاجة. كل حاجة ليها سبب. او عطلية بقول هلك حتى من غامب يبقى فيه ايه? من غامب يبقى فيه حتى من غامب تسأل. كل حاجة يا جماعة في الدنيا ليها سبب. القصة. تمام? يبقى زي ما قلنا شغلي انا. انا بقعب لقعب عشرين ملي بالزيادة. فطلعب مية سبعة وتمانين ونص في دقاء بكام ساعتك اقعب حاجة ليها هي المتين ملي. تمام? ادي اول حاجة اللي اتخانت مين? البراطة اللي عم. طيب. ثاني حاجة. معاش عمي. فاضل هندسة. موضواتي الشركات اللي هي الانترنشن الكبيرة مش بشتغل بقى الواحة هتظن خالص يعني. تمام. بيشغلوا بالالوحة اللي هي الكونتر دي. الكونتر بالزبط كده. تمام. طب ما انا كده يعني اطلع على السيكنس اللي انا عايزه وعلى السيكنس اللي اطلعه هو يفصل الروح بتاعه. حلو. مفيش مشكلة بس. اللي هي تبتكلم فيه بقى. اه تفتكر كم حد في مصر امش هقولك يعني هقولك اغنيات مصر. بيشتغل بكونتر. الشركات الكبيرة بتفضلت رأسكم حسن. لا 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 فيش الكلام. خلاص? هي زي ما انت قلت الشركات دي المالتي انترنشنل بقى. مش الانترنشنل كمان. لا ده المالتي انترنشنل. خلاص كده? تلاقيها ايه? لو حقدة اقولك في مصر يعني اقولك ايه? يعني كنت بستلم مسلا من فترة قريبة. حاجات في العالمية. لا شغليني الشغل العادي خالص. مع ان مي اللي بينفذ ساعتك الهناك الابراج? الشركة رقم تمانية على مستوى العالم. شركة هبل سي. مشغلين ازاي? مشغلين يا باشا بالالواح العادية جدا. الالواح الخشب العادية. فهي القصة بتبقى ايه? لو لو عملوا كونتر ده يعملها فين? كان عملها? عملها في العمدان. العمدان عملها كونتر. لكن البلاطة ما يقضحش يعملها مين? يعمل كل المسطح. ما ينفعني. فتلاقيه مين كتكلفة? لأ بالنسبة له تكلفة عالية. فهي بتبقى هاجعة او هاجعة لظروف البلد. طب ناجع نتكلم تاني. في مسلا كنت بسلم فهمها مشروع في قطر. كل الشغل هناك عندك كونتر. كل الشد. ده موقع استيل. هل بقى القطب? لا ما لهاش دعوة. هلا قدر هنا قطب بقى اقوله آآ يقرب الققرب اتنين؟ لا الكلام ده ما ما ينطبقش عليه. لان الكلام ده خاص بالكود الايه? كود المصري. فالكود المصري يبنى على الظروف بتاع البلد اللي انت شغال به. لكن هو مش كلام عام بصفة عامة او طبعا. مش ده برضو يا دكتور بيكون حسب برضو البنود اللي موجودة في العد. اكيد طبعا ما هو العدد ده بيبقى ياردسك ده على حسب ظروف البلد اللي انت فيها. وعلى حسب التكلفة اللي عندك. ما هو طبعا اكيد اكيد ما يكون لك. まあ دكتور السب يعطي عطي ع exposingك. ماشي انت يا حمل لرجل المالك وعايزة اشتغل شغلي ا網ا كونتا يا عم امين. بس المتر وượب ثلاث امير اخده ب archives ميزبين. ما خلف الموضوع ايه، مش 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 بتساب لوحده او كده? عامني? فكل حاجة ليها ايه? ليها السبب بتاعها. احنا مفيش حاجة ايه? بتتساب للصدفة. فهم كل حاجة ليها سببها? انا بصعف بكام? انا بشتغل بكام? على اساس لي. هو ده ايه? الموضوع. تمام? يبقى احنا هنا ايه? بنقول ان في قصة بتقرها بالاقرب عشرين ملي بالزيادة. انا عندي محاضرات محاضرات ايه? انا ساعات وخمسين ملي اللي لقى ايه باشتغلها. طيب. تاني حاجة بقى. طيب. الكولوم بايمانشوس. طيب. الكولوم بايمانشوس بقى موضوعها ايه? قالك احنا عايزين تجيب ابعاد العمود. طيب. لو حد يسيكوها اولا ما هقول ابعاد العمود. هيستوطفوا بحاجة كده. يقول لي ابعاد العمود. قلت هنا في اول خطرة ومش كده. اه فعلا. مشاهدة نطفوه. اذو صوت انا تفضل مايك افضل ليه انت فتح قيلوكم مشاكل العقلية بس انقلت لنا في المحاضرة. فانفضلكم لو فقال لك بنعمل ايه? قال لك احنا بنفترض ابعاد للعمود. افترضت. خلاص كده? وبعد كده بشوف هل الفهد اللي انا افترضته ده مظبوط? ولا الفهد ده مش مظبوط. وبناء عليه اقضع حدد انا فقاني افتجاه. او انا فقاني ايه? فقاني زون. خلاص كده? اضاف ده العمود ده بابعاد ده ايه? الابعاد دي سيفتلي. بيدينا بعد للعمود صريح? يعني بيقول لنا والله العمود ده او ابعاده كذا فكذا? قال لك لأ. الكود ما بيدكش كده. الكود بيقول لك ايه? انا حديك اقل بعد للعمود يبقى موجوب معك. ممكن يبقى ازياد? اه ممكن يبقى ازياد. يبقى انا بدي لك اقل بعد للعمود. خلاص كده? ممكن يبقى ازياد منه? اه. ممكن طبعا ايه? يبقى ازياد. يبقى انا ما عنديش حاجة صحيحة تقول ل العمود ابعاده كم فكام? طيب خلاص تعالنا ما نشوف. قال لك اقل بعد العمود من العمود لا يقل عن القيمة الاكبر من تلات قيم. ايه هم التلات قيم ساعدتك دول بقى? تعالنا ما نشوف ايه هم التلات قيم. قال لك اول حاجة ال على العشرين او اش على الخمستاشر او تلتمية ملي. تقول لي جميل. ايه بقى يا سيدي اللي انت كتبه ده? قالك تعالنا ما نتناقش مع بعض. اول حاجة ال على الخمستاشر. ال على العشرين. مين هي القل? قال لك ايه نفس القل يا سيدي اللي كانت فوق دي. القل دي اللي هي اكبر بكية. يبقى اكبر بكية معي هناك ايه? ستة متر اللي هي ستة الاف ملي. مقسومة على العشرين فتديني تلتمية ملي. ادي اول ايه اشترات. جميل. تاني حاجة بيقول لي على الخمستاشر. مين هي? قال لك هو ارتفاع الدور بتاعي. تمام كده? طب ده جيبه منين? عطي ايه جاي بتدولك في المسألة. ادي دولك في المسألة جيبين. امين? بتاخده زي ما هو. بتلاتة متر بتلاتة متر ونص باربعة متر ايا كان. طب ما جبتلكش سيها عنه. بتاخده بالاستاندرد اللي هي التلاتة متر. يعني بتلات تلات ملي مقسومة على الخمستاشر فبتديني متين ملي. او تلتمية ملي. فين اكبر رقم في التلاتة دولش? عندي تلتمية ومتين وتلتمية. اكبر رقم هو تلتمية ملي. يبقى ما ينفعش نشوف في عهد او اي بعد للعمود اقل من تلتمية ملي. ولزلك دايما كده تلاقيها قاعدة اساسية عندك في حياتك كده. تلاقي نفسك لو انت دخلت اي مبنى تلاقي دايما العمود طلع من الحيطة. فاهز عن الحيطة. ليه? لان دايما اقل عهد للعمود في الفلات اسلام هو تلتمية ملي. ما ينفعش يقل عن تلتمية. خلاص كده? ممكن يبقى ازياد اه ممكن يبقى ازياد. بس اقل حاجة ليه كام? تلتمية. يبقى اقل بعد للعمود قدامي كده في الكلام اللطيف اللي رجل بيقول لي عليه او الكود بيقول لي عليه ان العمود ده ما يقلش عن تلتمية في تلتمية. ما يقلش ها? طب السؤال. انا عاخد بقى العمود بتاعي كام في كام? قال لك احنا بنفترج دلوقتي ها? وخلي بالك قلت لك جملة حلوة كده. قلت لك لو فردك ده تلع مش مزبوط هتحجع تاني وتعيد وتفترض البعد المزبوط للعمود. طب تيجي تقول لي يا دكتور انا في انتحان. والوقت. وهعمل ايه? والدنيا والكلام ده. وما فيش وقت ان انا اتحجع تاني عيد. هل في حاجة اقدر اعملها? اطلع بيها بعد العمود وابقى عارف من الاول ان انا بنسبة تسعين خمسة وتسعين في المية سيف? قال لك اهو. ايه بقى لعندي? هو اطبع بعض اطلع لك بكام? تلتمية. قال لك خلاص. خد ابعاد العمود للضعف على تقول. فابعاد العمود تبقى كام? ستمية بستمية. اه. لو كان هنا اطبع بعض اطلع لي تلتمية وخمسين. اخد العمود ابعاده سبعمية بسبعمية اللي هي الضعف. لو كان ربعمية ملي. اخد الابعاد كام يا جماعة هنا عندي تلتمية تلتمية. يبقى انا كل غيره بعمله عشان اسيب نفسي من البداية كده وانشوف انا شغالين مع بعض ازا كنا الكلام ده صح او غلال. خلاص كده? يبقى احنا اكبر شبوعة تلعب تلتمية. دكتور. دكتور. انما مش في الطبيعة يعني مش في الواقع. احنا بنقدم نزبة الابعاد بناء على الدريفت بتاعك ما تساعد. ليش يا دكتور من الاول عشان السوط قطع دكتور معلش? انا كل ما عملته حبيب قلبي. هنا خط اكبر حقم فيهم من تلتمية. صح كده? اكبر حقم في التلاتة دول هو التلتمية. خد ضعه. يبقى ابعاد العمود دي ستة مية في ستة مية. دكتور هو لازم يكون مربع? انا هنا مربع مع يعني لو خطيبت هي ما انا خطلت الجاشر وكنت قاعد. خلاص كده? اللي بيت. او 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 ازا هادا المكتب مش موديسة بتاشر. اقول انا احنا بنفترض العمود ليهم مربع. ليه? ما هو نفس اللي انا بعمله على اتجاه يا سيدي. عامله على اتجاه التاني. يعني نفس اللي بعمله على اتجاه الاكس. اول عامله على اتجاه الواي. ما عنديش جديدة. ما عنديش اتجاهات جديدة. خلاص كده? فانا بفترضه مربع. خلاص كده? خلاص انا فهمت المربع اقدر اعمله مستطيلة اقدر اعمله دائري اقدر اعمله اياه. احنا بنفترض مربع علشان ايه? تسهيل الحل. ولكن ممكن برهي او مستطيل ممكن يبقى دائري ايا كان الايه قصة لها. تمام كده? يبقى زي ما قلنا هنا كده يا شباب. ادي افترض رقم طلعلي من الارقام اللطيفة اللي موجودة قدامي دي هو التلتمية. يبقى اذا انا باخد ابعاد العمود ضعفه فتبقى كم ساعتك? ستمية في ستتمية. ادي او خلاص. فحالت المستطيل. فحالت المستطيل. هاخد اكبر اسمها على الا. لا 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 اوقف بقى هنا. ساعتها بتاخد بيوازي كل اسمان. يعني لو اندي شغال على الاكس تاخد اكبر اسمان في الاكس عشان تجيب البعد في اتجاه الاكس. شغال على الاي. تاخد اكبر اسمان في الاي عشان تجيب بعض العمود في اتجاه الاي. بس ادي اختصار. تمام ده في الواقع. انما انا هنا في المسألة بسايف باخد. ليس مسألة في الواقع. خلي بالك احنا بنتقلتش كلام جديد. احنا بنقول ايه. نفس اللي عملته في الاتجاه ده عمله في الاتجاه التاني. مش اكتر. تمام. لكن انا قصدي بس انا قصدي ان احنا هنا عشان تسهيلة بناخد اكبر سواء في الاكس سواء في الاكس سواء في الاكس بالزبط كبه. لكن لو هو مستطيل تاخد في الاكس اكبر سواء في الاكس واجيب البعد اللي بيوازي الاكس. تاخد اكبر سواء في الاكس واجيب البعد اللي بيوازي رواي. تمام. جميل كده. تمام. الخطوة رقم اتنين اللي هي خطوة الخطوة اللطيفة بتاعتنا بيقول لك ايه يا عم هو الخانون الجميل بتاعنا اللي متعودين عليه. واحد واربعة من عشرة ديد واحد وستة من عشرة اللايت. الديد لود هنا هو عبار عن تي اس في الجاما سي زائد الفلور كافر زائد واحد وستة من عشرة في اللايت لود. عوضت عام في الكلام ده. ادي واحد واربعة من عشرة. التي اس عندنا بمتين ميلي. ها? طالما بقول لود يبقى بعوض بالكيلو نيوتن والمتر. فتبقى او بوينت اتنين متر. مضروبة في جاما كونكريت خمسة وعشرين. فلور المسألة بواحد ونص زائد واحد وستة من عشرة واللايف نوت بجام بتلاتة. فيطلع الكلام ده بتلاتاشر وتسعة من عشرة كيلو نيوتن على المتر سكورت. شكرا. ايدي خطوة رقم اتنين. اللي هي مين خطوة اللقص? تعالى بقى نخش على الخطوة رقم تلاتة. اللي هي خطوة مين اللي عنها? خلاص كده? دكتور معلش تاني. وانا ليه خط الابعات ستمية ستمية. معلش تاني. ولا انا هاخدها ستمية 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 في كل حوالها بقى. يعني لو طلع لي مثلا متين اكبر حاجة هاخدها ربماية في ربماية. ستمية ولا ايه. دكتور متينش ازاي يا شموندس لما انت كده 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 هندك اصلا تحت تلاتمية دي مونيمين بتاخدها. اه ماشي. اهل حاجة تلاتمية بتاخد الدعف يا باسماندس تاخد الدعف. اه 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 حاجة تلاتمية طبعا. دي اهل حاجة. فانت مش تاخد اهل حاجة فبتزود عليك. طيب. طيب. نشوف بقى تحديدا موضوع البنشنج ده وتعالى ايه نتكلم في شوية ايه مع بعض. طيب بنقول ايه? قالك يا سيبي اللي ده. هو لو عايزين نتكلم عليه. هو معنى كلامه او تحديدا نقول انت هنا خايف ايه? خايف ان لعب طهر في البلد. يعني انت خايف من الاحمال الرقصية من الاخر. او خايف من على القوة الرقصية. اسألك سؤال. هو مين الرقصي في هل المومنت? ولا هل النورمال? ولا هل الشير? مين فيهم اللي في الانتجاه الرقصي? الشير. الشير. يبقى عشان كده اللي مسئول الاساسي عن هو الشير. ولذلك هما يساموه بعض الاحيان ايه? هو الاساسي اللي مسئول عن مين يا جماعة? اللي عنه. تقول لي والله هاي ما عنديش مشكلة في القصة دي. تمام. بنعمل ايه بقى? قالك يبقى انت عايز تشوف هل الابعاد الستمية بستمية دي يا عام اللي انت افترضتها دي? تسيب البانشنج ولا لأ? قالك تعال ان بنشوف. اللي مسئول عن ايجاد البانشنج هو الشير ولذلك بجيب حاجة اسمها اللي هي الشير سترس. بتساوي ايه دي بقى? قالك بتساوي مضروبة في بيتا مقسومة على في دي. الكلام ده عشان نقول ان هو سيب لازم يبقى اقل من او يساوي الكيو سي يو. تقول لي هاي العظيم. عشان تضرب تعطي لك في القانون ده هيستعرف ربع حاجات. هيستعرف مين الكيو كابتال ألتبت. هيستعرف مين البيتا. هيستعرف مين البي نود. هيستعرف مين الدي. الربع حاجات مين اللي موجودين معك دول. لازم تعرفهم عشان ايه? تقدر تطلع مين? في مشكلة سيني? قد عنده اي مشكل? تعال نمسك حاجة حاجة بقى من النوم ونجيبها مع بعض. ماشي. اول حاجة قال لك الدي اللي هي موجودة عندي هنا في القانون دي. دي بتساوي ايه? قال لك بتساوي بتاعت البلاطة نقص الكفر. طيب. انا كان عندي ده الكفر التالت في المنهج بالمناسبة. كان عندنا كفرين قبل كده ها? الكفر في الاعصاب كنا بناخده كم? اربعين. 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 اربعين ملي. مظبوح. والكفر التالت اللي موجود عندي. التالت. اللي موجود عندي. التلاتين. بس بيت وباخده بكاما جماعة بتلاتين مليون. تمام? تالت كفر في المنهج تلاتين. تمام كده? ادي ايه الشباب القصة مين اللي عنده? يبقى عندنا تلات كفرات في المنهج لحد دلوقتي. كمسة وعشرين اربعين تلاتين. يبقى ازا هنا تدي بتاعت بتساوي. دكتور. متين ناقص تلاتين. دكتور. جميل. ادي اول حاجة جبتها ناقص لي تلات حاجة. طريق. تاني حاجة. البيج. دكتور. يا حبيبي يا سامع. دك لو سمحت بس الحتة بتاع الكيو دي تاني معاشة عشان نت تفاصل. الحتة بتاعت ايه? الكيو دي بس عشان نت تفاصل عندي. دي بتاعت ايه? او العناصر دي. انا بقولك اننا عشان اعرف البانشنج دي اصيب او لأ بجيب حاجة اسمها كيو سمول ألتمت. بتساوي الكيو كابتل ألتمت في بيت على البي نوت في الدي. عشان تبقى سيف. ازا انت بقلم من او بتساوي الكيو سي ببدأ بقى بجيب مين اللي اربع حاجات دور. اول حاجة من النوم الدي. الدي دي بتساوي ايه? التي اس بتاعت البلاطة ناقص الكافر. انت معاك التي اس بكام دي ملي. ناقص الكافر بتاعك بثبت الكافر في الفلاتسلاب بتلاتين ملي. بتديني الدي بتاعتي بمية وسبعين ملي. تمام? دي اول حاجة. طيب. تاني حاجة البيتا. احنا المفروض كده شباب عايزين نبدأ بس اين اتنقش مع بعض. هو البلان الجميل ده. فيه كم نوع من انواع الاعمدة. البلان اللي عندي اللي انا شغال عليه ده. فيه كم نوع. تلاتة. تلاتة. يوم التلاتة. الله ينوع عليك. انتيريور واكستيريور وكرة. دول التلاتة. مين اكتر واحد فيهم شايل حمر? الداخلي. ليه? لان الداخلي ده بيشيل نص يمينه ونص شماله ونص من قدامه ونص من وراءه. لكن الاخ الاكستيريور بيشيل نص الانتيريور. والاخ الكورنر بيشيل مينة جماعة ربع الانتيريور. تمام كده? يا دوك. يا دوك روح مزينا يا دوك. يبقى دي قصة ايه اللي موجودة معي. يبقى. اهل الحن هو العمود الانتيريور. يبقى بديه كده لو الانتيريور سيب للبنشنج الاكستيريور سيب والكورنر يسيب. تمام? البيتا دي بقى حضرتك ثابت بيتوقف على مكان العمود. يقول لك بتساوي واحد وخمستاشر لو العمود بتاعك انتيريور. بتساوي واحد وتلاتة لو العمود اكستيريور. بتساوي واحد ونص لو العمود كورنر. انا هنا بتشيك على مين دلوقتي حضرتك الانتيريور؟ كاله. بيبقى العمود بتاع حضرتك قيمة البيتا بكام? بواحد وخمستاشر. تقولي وانا الامتحان دايما هتشيك على الانتریور. اه دايما ان انا في الامتحان هتشيك على الانتريور. لكن لو حضرتك حابيت تشيك على تبقى عارف انها تقيمته بواحد وثلاثة حابيت تشيك على الكونر هي تبقى عارفة انها تقيمته بواحد ونص. لكن انا اللي يخصينه انا بتشيك على الانتريور فقط لديه. تمام? طيب. اكمل. بعد كده البي نوت. علاس كده? مين يا قسيدي البي نوت دي او موضوعها ايه? قال لك عايزين نفترض فعلا يا شباب ان العمود ده عمل للبلاطة اللي عنه. رأس كده. عايزين نفترض ان العمود ده فعلا عمل هل لما يجي يعمل العمود ده هيروح رايح مخترق البلاطة لوحده? ولا يعني القصة في ايه? العمود ده ميجي لو اخترق البلاطة? او حصل انهيار فعلا. هل البلاطة كلها هتخواقع من جنب العمود والعمود يبقى واقف لوحده? ولا دايما بتلاقي كده يا شباب البلاطة وقعت? وفي جزء اصغنن كده ماسك من البلاطة في قلب العمود. بيحصل ايه? البلاطة كلها بالكامل بتنهار? ولا في جزء منها بيفضل ماسك في قلب العمود? لو بصينا عموما على اي مباني حصل لها انهيار قبل كده? بتيجي تلاقي البلاطة واقعة بس في حتة ماسكة مشبكة في قلب العمود. الحتة اللي ماسكة في قلب العمود دي هي اللي بنسميها اللي هو اسمه محيط الاختراق. هو ده مين? اترسل عنك. حد عنده سبب واجهة يقدر يقول ليه في جزء من البلاطة? ليسه ماسكة في قلب العمود. ما عشان حديد العمود حديد البلاطة? ليه حديد خالص. التسليف? وما بقول ما لاش علاقة بالحديد تمام. عشان هي ده اللي مشتعل على العمود دايرك كده. لأ. ايه ليه علاقة دكتور بالشير? الله ينروا عليك ايوة اسمع بقى الكلام ده. ليه علاقة بالشير صح? لأ العمال والرأسية. كمل يا هندسة اللي قال لي ليه علاقة بالشير ها? اصلا الكناك يا دكتور بيحصل عمودي على العمود بالضبط على الحواق في العمود. لا 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 هو اللي قال لي ليه علاقة بالشير. جمل لي. ايوة. ايوة دكتور يعني وجهة نظر انا اوسعش حاجة حول غضبط. يعني تمام? اللي هو يعني في الشير ده بحاسب اكتر كما في العمود فعند الشير. ايوة حلو بقى. عند ايه بقى من العمود? او عند ايه? خدتها في سنة تانية. كان يقول لك فين مكان الماكس ما مشير? بعدها 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 الله ينوى. بعدها بمسافة دي على الاتنين. فاك هالبق ده ولا نسيه? ايوة ايوة. حلو. ليه بقى? احنا عرفنا منينا يا جماعة مسلا عدنا نخم من السنة اللي فاتت. ان مكان الماكس ما مشير على بعد دي على الاتنين? لا. عارفوه من المعلومة دي. لقوا ايه? ان الجزء اللي بيفضل من قلب البلاطة ماسك في قلب العمود هو على بعد دي على الاتنين من وش العمود. حلو الكلام? يبقى دي مين السبب? معناها ايه? معناها ان اللي بعد دي على الاتنين وصل للمكس ما مشير فحصل له انهيار. فوقع. لكن اللي قبل مسافة دي على الاتنين ما وصلش للمكس ما بتاعه. ففضل مين يا جماعة ماسك في قلب مين العمود ايه? اللي موجود معنا. هفهمة كده? المساحة بقى اللطيفة اللي ماسكة في قلب العمود دي اللي هي على بعد دي على الاتنين من ناحية اليمين. ودي على الاتنين من ناحية الشمال. هي دي مين يا سيدي? البي نوت. يعني لو انا عندي دي على الاتنين يمين ودي على الاتنين شمال وعهد العمود اسمه ايه يبقى ايه زائد الدي ده الاتجاه الاولاني زائد بي زائد الدي هو الاتجاه مين التاني لو الشكل ده في الاخر بقى على شكل مستطيل فاضغابه في كام في اتنين لان انا بجيب هنا مين يا جماعة المحيط تمام كده يبقى لو عهد العمود اسمه ايه وانا عندي دي على الاتنين يمين ودي على الاتنين الشمال يبقى ايه زائد دي? والناحية التانية لو اهد العمود اسمه فيبقى عندي زائد دي على الاتنين فوق ودي على الاتنين تحت يبقى مين? بي زائد دي. الكلام ده يبقى ازا هنا عندي يا شباب. ايه? لو اهد العمود اللي هو الايه والبي? الستمية. كده كده. الستمية ملي اللي قولنا عليه. طب والدي اللي موجود عندي. الدي اللي هو مكامة يا جماعة بمية وسبعين ايه? ملي. يبقى ادي زائد الكامة المية وسبعين فيديني تلات تلات وتمانين ملي اللي موجودة ايه معنا. تمام? ادي مين الايه? البي نوت. خلاص? يبقى كده ازن اصبح معي هنا بكامة جماعة تلات تلات وتمانين ملي. واخر حاجة دي بتساوي ايه? قال لك بشوف كل عمود من دول شايل قدقيق. شايل النص قبله والنص بعده والنص يمين والنص شمال. فشايل دابيو اس في الواحد في الاتنين. تاعت البانشنج. بقى اللي احترق زائد دي في بي زائد دي. بمعنى دابيو اس هنا لو قيمته تلات تاشر وتسعة من عشرة مضروف فيه. الاخ ده الشايل قد ايه زي قلنا نص يمين ونص شمال يبقى شايل ستة متر في خمسة متر ناقص. الايه والايه اللي هي بعد العمود او بوينت سيكس. زائد دي او بوينت سبعتاشر. مضروف في او بوينت سيكس زائد او بوينت سبعتاشر. فيديني الكلام ده ربعمية وتمانية كيلو نيوت. تمام? ازا اصبح الاربع حاجات دول موجودين معي. دكتور. تاني واحدة تكمل. ربعمية وتمانية في عشرة قس تلاتة. في قيمة البيتة بتاعتي اللي هي عندي هنا بواحد وخمستاشر. مقسومة على البي نوض محيط الاختراق اللي هو تلات تلاف وتمانين مضروبة في فيطلع او بوينت تمانية تسعة نيوتن على المليمتر. ده عشان اعرف هو تسيبه ولا لا بقارنك حاجة اسمها من هي القيمة الاقل من الاربع قيم ايه اللي موجودين ايه قدامك عندك. طيب هنكملهم دول بقى ايه ان شاء الله لان ايه كده الوقت فات عشان هندوقكم محاولة تاني دكتور مونا عايزة تدخل. دكتور. دكتور عندي سوائي بعد ذلك. دكتور. دكتور عندي سوائي بعد ذلك. دكتور كده بقى قابل حسنين. الفضل هندس اسأل. بعد ذلك لحاول. بعد ذلك يا دكتور حضرت من قصة اللي هو الكيو ألتمنت. حضرتك قلت الدابلي و قصة ألتمنت في اه في قلي واحد في قلي اتنين نقص الايه ايه زائد دي في البي زائد دي. حضرتك معنا كده ان هو اه منشيل الجزء بتاع محيط الاختراب من انا بقولي. ده الحملة اللي قصر على المساحة المنهار. فمش هي اتخذ معنا في الحزباء. ايه نعم عليه بالجمع. تمام. دكتور. ان شاء الله عندك بس عشان ايه سريعا انا سقولك عندك كويز ان شاء الله يوم الجمعة باذن الله. بس انا فكرة عن كويز كده. عندك كويز يوم الجمعة الساعة ثلاثة ان شاء الله. هيبقى لحد الهولو بلوك. الكويز نهاية طول حد الهولو بلوك. تماما كده? بمتر ما يا دكتور. لسه همت رحمة ان شاء الله الاسبوع اللي بعده. ازنا الله. يا دكتور بالنسبة احنا بناخد في الامتحانات بنلاقي قلوب وبص في السقف وحاجات صعبة جدا كمانو بحش شايفين قبل كده. اه اه اه. ما وان شاء الله لسه لسه هتلاقي اجدد. ما كل سنة في جديد. طب بالراحة يا دكتور علينا حيو الله يا حيو الله. حظر من العين دي قبل لعين دي. يعني بص في السقف وتحت يا دكتور. اه اه اه. ما كده حيال المسال ده معرفتش يعني. يا دكتور. يعني انا دايما بحاجة اخليه يبص في السقف. مش هيينبقى بص في السقف. مش هيينبقى بص في السقف ستها دي غاسة دكتور. صدقني لو انت دورة زقف كويس. دكتور. يا دكتور. ما? دكتور. اه تفضل. سمعت يا دكتور. لو سمعت يا دكتور. الكتاب مش موجود وكل ما يجمسل عليه قولي ان هو مش موجود في المكتبة بقى له فترة كبيرة. ايه? طيب. زي ما قولتلكم قبل كده هجيب لك بلان هتختار هجيب لك اربع اشكال عليه وتختار منهم شكل الاسكل سيستم الصح. طيب. يعني هما 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 الاشكال اصلا صح? ولا احنا اختار اصح? لا هو هو شكل منهم واحد هو الاكيد اللي يبقى الصح. اللي بتاع حل المسألة. طيب يا دكتور احنا امتحلنا كذا كويس. احنا امتحلنا كذا كويس يا دكتور كنا ما بنقدرش نرجع للسؤال تاني لو انا مثلا عايز اتشك عليه او انا عايز تشوف حاجة. لا 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 لا. انا عخليك في وجهة تانية. ولو ولو ان انا عايز فهم يبقى فيه فهم ضرح بفهم. نرجع للسؤال تاني فنصور ونبعث لبعض وكامل الهالك ده. انا عايز اقول لحضرتك يا دكتور طب انا يعني هنتكلم بصراحة. واكيد ممكن يجي التفكير ده. بس الفكرة انه ما بيبقاش فيه وقت اصلا ان احنا نعمل الكلام ده. يا دكتور انه نخلص. لا ما هو ما هو سنا عامله عندي. ان انا عادي. هاجيب لك اسالة كلها وبعضها. بس انا عايز انه ما فيش وقت ان ان انت ببص جنبك اصلا. فما بيبقاش فيه فرصة ان انا ارجع اصلا واخد حاجة من حد ولا اعمل كده. لا لا لا. انا محتاج الوقت بالزبط عشان احل. بس مش اطلق. انا ماشي. شكري يا دكتور. دكتور عمر ما عايزي بس حاجة زرارة. شكري اصحة هو الاقل في الاقل في الاستريبس صحة? انا دكتور. انا ملو ما خليهم تلاتة خليهم احبعة. اخلي اخد الدرجات الاكبر يعني ما يبقاش عندك قلق خالص من القصة. تمام? شكرا لكم. ان شاء الله شوفكم الاسبوع.